اهلا بكم من جديد اما السؤال فهو من اين يأتي الوزراء في مصر واما مناسبة السؤال فحكتين الحاجة الاولانية انه ان شاء الله خلال يمكن يعني ايام لانه او خلال هذا الشهر يعني هيكون مطلوب من الرئيس عفتاح سيسي انه يؤدي اليمين الدستورية للفترة التانية وهيكون من الطبيعي يعني انه يبقى فيه تغيير وزاري وجوه وزارية جديدة اه كمان فيه حاجة توقفت عندها الحقيقة وهو كلام لا بد ان يقال فيه حق جهاز القابة الادارية لواء ايه؟ القابة الادارية من 2017-2018 شغالين على دورات تدريبية هذه الدورات تم منها حتى الان اربع دورات وفيها بيتم تدعيم القدرات القيادية لدى المتميزين في القطاع العام الخاص يعني الناس بيجوا جهاز القابة الادارية بيجي بيختار عدد من المتميزين في مجالات وتخصصات مختلفة بيشتغل في القطاع العام بيشتغل في القطاع الخاص ويعمل لهم دورات تدريبية هذه الدورات التدريبية عنوان هكذا دعم القدرات القيادية لدى المتميزين في القطاع العام والاخر كويس الاربع دورات دول طلع منهم تلات وزر يعني في الدورة الاولى التي عقدتها الرقابة الادارية لدعم القدرات القيادية دي كان بيدرس فيها المهندس ياسر القضي اللي هو الان وزير الاتصالات لما كان بيدرس فيها الدورة التدريبية دي كان هو شغال فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكان رايح تلقى الدورة التدريبية بعد هذه الدورة التدريبية اصبح وزير الاتصالات في الدورة الدورة الرابعة اللي عقدتها الرقابة الادارية بيحنا هنا فيه ادى وزير جاي تلقى هذه الدورة الدورة الرابعة اللي هي عقدت ما بين 9 سبعة الى 13 سبعة 2017 طلع منها تلاتة اتنين وزراء وواحد اللي هو تولى يعني مؤسسة اقتصادية وهي البورس اقول لحضراتكم مين طلع من الدورة الرابعة دي وورونا يا جماعة لو سمحتوا لانه عندنا الجدول بتاع السادة الوزراء الان يعني اللي هما كانوا موجودنا بكده ده دي الورقة العامة يعني دي الورقة العامة هو موجود البيانات بتاعة الدورة التدريبية الدورة التدريبية الرابعة دي الورقة العامة اللي فيها عدد كبير من المتميزين في القطعين العام والخاص واللي هما تلقوا هذه الدورة عندنا اول واحد وهو كان رقم خمسة اللي هو خالد محمد علي بدوي اهو خالد محمد علي بدوي احنا نتكلم عن الدورة التدريبية دي من 9-7-13-7-2017 كان وقتها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاهلي كابتل القبض وبعدين اصبح هو وزير قطاع الاعمال دي وزارة مهمة جدا طيب التاني التاني اللي هو بقى وزير كمان فيه هذه الدورة وتلقى هذه الدورة التدريبية هو لا يعني خلينا مع الوزير الاول وبعدين يجي الفريد اه هشام عرفات كان رقم 17 الدكتور هشام عرفات مهدي احمد وقت ما تلقى هذه الدورة التدريبية كان رئيس قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل التالت بقى في هذه الدورة التدريبية اللي هو السيد محمد فريد محمد صالح كان رئيس مجلس ادارة شركة دي كود الاستشارات المالية الاقتصادية واصبح الان رئيس للبورصة المصرية تمام طيب ده يدلنا على ايه او يقودنا الى ايه الاول ندي لرقابة الاقتراحة لانه هذا الجهاز تحول من جهاز يمارس دوره الرقابي ضابطا المخالفات والتجاوزات في جهاز الدولة الاداري الى اقرب ما يكون الى الفكرة يعني هنا انت بتتكلم طيب ما هو انا عندي اختصاص في انه انا اضبط المخالفات والتجاوزات الادارية في الدولة اللي بيعملوها المسؤولين وبيعملوها الوزراء وبيعملوها فاذا فيه هنا خبرة تركمت عند العاملين في هذا الجهاز عند الذين يقودون هذا الجهاز خبرة تركمت عندهم هذه الخبرة تحولت الى فكر فانا بدور على الناس المتمهزين في القطاع العام والقطاع الخاص وبيجوا وبيتدربوا وبيتلقوا هذه الخبرة عشان يوفر عليه الوقوع في اخطاء الوقوع في تجاوزات بيتديلوا خلاصة خبرته اللي هو كونها خلال كل هذه السنوات الماضية وبيطلع لنا شخص يمكن ان يكون قادر على القيادة ويمكن ان يكون قادر على ان يكون في مكان المسئولية احنا بتتكلم الوقت ثلاثة وزراء من هذه الدورات التدريبية فمبدئيا كده يعني اجدد الشكر لرقاب الادارية احنا كل شوية طبعا نجدد لهم الشكر على ما يقومون به من ضبط المخالفين والفاسدين بس المرات دي انا قدام جهاز حاصل فيه تحول نوعي كبير الى انه هو جهاز يمتلك حس وفكر سياسي واداري ويسهم به في المسئولين في هذا البلد ممكن يكون الحكومة اللي جاية ان شاء الله ممكن نلاقي فيها اتنين تلاتة اربعة كمان ممن حصلوا على هذه الدورة طيب بنقول بقى الكلام ده ليه اكتر لان احنا عارفين في حكاية اختيار الوزراء كل شيخ وليه طريقة ولو جينا قبل ما نشوف كل شيخ وليه طريقة دي لازم تسأل نفسك سؤال هما الوزراء بيجوا منين يعني لانه انت ما معكش عصاية سحرية جيب بيها وزير ويبقى وزير كويس انت مفروض يبقى فيه دولة هذه الدولة بمؤسساتها المختلفة مكتملة فتنتجلك تنتجلك اشخاص يتولوا المسئولين لما تيجي مثلا زمان كانت الامور بتخضع ليه مش عايز اقول العشوائية ولكن هي كانت معايير شخصية يعني رئيس عبد الناصر كان بيتقال دايما ايه انه وطلع ايامها فكرة اهل السقة ولا اهل الخبرة فكانت قال انه هو بيميل الى اهل السقة اكتر الناس اللي هو يعرفه مرغم ان دا فيه ظلم كبير للرئيس عبد الناصر لكن كان يقال ذلك وفيه فصل كبير جدا فيه كتاب لمصر لا لا عبد الناصر بتاع الاستاذ هيكل بيشرح فيه وبيدافع عن حكاية انه لا عبد الناصر كان بيختار اهل الخبرة مش اهل السقة بس ومن النوادر مثلا اللي بتنسى عبد الناصر في اختيار الوزراء انه هو كان مجلس الامة كان الاستاذ المرحوم ضياد دين داود اللي هو كان رئيس الحزب الناصري كان عضو مجلس الامة عنده مياط وكان الرئيس عبد الناصر طول الوقت بيسمع جلسات مجلس الامة من جهاز خاص فهو في مكتبه فمرة في جلسة من الجلسات لقى ضياد دين داود لقى نائب اسمه ضياد دين داود بيتكلم وبيفند وبينتقد وبيهاجم وبيقدم وجهة نظر فرفع سمع التليفون مين دا قالوله دا ضياد دين داود بيشتغل ايه بيشتغل كذا دا في التحالي الشتراكي بش عارف ايه هاتوه وزير وعمله وزير للتضامه وناجح اياما ضياد دين داود فاذا انت عندك هنا الرئيس هو لما بيشم حد مختلف فكان بيجيب الرئيس السادات مثلا فيه وقعة للامانة للامانة ممكن تتشكك فيها لكن هي رواية في التاريخ المصري الحديث ويسأل عنها السيد سامي شرف اللي هو كان مدير مكتب الرئيس عبد النصر المعلومات ثم اصبح يعني شوية مع الرئيس السادات رواية حكاها ويسأل عنها صح غلط يعني دي على مسئوليته لكن هو قال انه الرئيس السادات اول ما جاه فبنعمل تشكيل وزاري فانا خدت له قايمة سامي شرف اللي بيقول خدت له قايمة فيها اسماء الناس المرشحين للوزارة فبص فيها الرئيس السادات كده وقال له ايه ده يا سامي بل كلهم نضاف فقال له يا فندم يعني ايه كلهم نضاف قال له لا 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 يا سامي انا مش هنشتغل بالطريقة دي وقال له تعبير عفوا على ذكره يعنيه فقال له لا لا يا سامي روح وسخ الناس دي وهاتها الاو وكان معنى كلمة واسخهم دي للسادات بيقولها انه يدور لكل واحد من المرشحين للوزارة على ملف على قصة على حدوتة فتبقى تحت انيهم بحيث انهم يديروا الناس اللي هيجوا يشتغل وزارة دول فيبوا عارفين ان قط ضعفهم فما حدش ايه لا يرفع رأسه ولا يفتحنيه رواية لا اتحمل ان كانت هي صحيحة ام خطأ لكن هي منسوبة للأستاذ السامي شر فدي طريقة مثلا المبارك كان بيتعامل بمنطق احنا كان عندنا وزارة كتير مهمين في عصر مبارك الحقيق عشان محدش بس ايه لان احنا لا نهين للتراب على هذا العصر كله لكن هو عصر ليه اخطاءه اللي احنا بنوقف قدامها ولا نتسمح فيه كان بيتقال طول الوقت انه هو عنده وجهة نظر والرئيس المبارك على فكرة لما امتد به العمر لكل اجل كتاب كان في الاخر بيعتبر انه الوزير اللي عنده ستين سنة عيل يعني ايه وزير يبقى عنده ستين سنة انا مش بقول لكم نقط يعني فيه سنة الفين عندما خرج عمرو موسى من وزارة الخارجية ليصبح امين عامل الجامعة العربية جابه ترشيحات لوزارة خارجية فكان من بين هذه الترشيحات السيد احمد ابو الغيت فبص كده هو يعرف احمد ابو الغيت كويس فبص كده الاسماء فلا اسم احمد ابو الغيت قال لهم ايه ده احمد ابو الغيت عنده ستين سنة لسه احمد ده لسه عيل هيبقى وزير خرجية ازاي لا خلوه شويه ولم يصبح احمد ابو الغيت وزير للخارجية الا في الفين واربعة بعد ما بقى عنده 64 سنة فطبيع الفجوة كانت موجودة انه مبارك عنده كامو سبعين سنة كامو سبعين سنة فالوزير لازم يبقى قريب منه فجيب ايامها الوزير المرحوم احمد ماهر وزير للخارجية حتى لما حصل في الفين واربعة تغيير وجي احمد نظيف احمد نظيف وقتها كان عنده تقريبا 54 سنة فالناس استغربت جدا قالت ازاي قال ايه ده يعني مبارك جايب رئيس وزراء عنده 54 سنة لا الدنيا تغيرت فكان ايامها هناك تفسير سياسي اخر انه اللي بيدير يعني او اللي شغال في البلد هو جمال مبارك فده هيبقى تنسيق ما بين احمد نظيف وجمال مبارك وبالعكس ده مبارك ما جابش رئيس وزراء صغير عشان يجدد بيه شبابه لا ده جاب رئيس وزراء صغير عشان يبقى قريب في السن من جمال فيتفهم اتقال ده هو صح هو غلط لكن ده اتقال فاذا كل واحد ليه طريق مرسي لما جيه طبعا الراجل ما كانش بيختار وزراء لانه كانوا بيفرضوا عليه مكتب الارشاد كان بيفرض عليه ناس والحقيقة اقول لحضراتكم حاجة يمكن تبقى غريبة انه ربنا اكرم مصر انه الاخوان دول تولوا الحكم سنة والله العظيم يعني ما تستغربوش من الحكاية يعني ربنا اكرم مصر اخر كرم ان الاخوان المسلمين دول وصلوا للحكم سنة ليه لانه لو ما كانوش وصلوا للحكم كان زمانا قاعدين نسمع منهم احنا عندنا كفاءات واحنا نقدر ندير الدولة بشكل كويس واحنا نقدر نمشي الامور افضل مما هي عليه احنا لازم ناخد فرصتنا في البتاع ويقدملك ويقولك العالم فلان الفلاني والمهندس فلان الفلاني كلام كده هزع بلاه فلما قضي الامر وبقوا هم في الحكم لقينا حالة من الهزال الكامل مش عافيني جيبوا حد حتى شام انديل يعني شام انديل لو كان رئيس وزراء محمد مرسي الراجل كان مدير مكتب وزير راي يعني راجل على باب الله وبعدين جابوه وزير راي جيتلاقي بقى اشكال غريبة اقولك وزير اعلام فتلاعب مقصود ده كان اسمه متولي تلاقي جايبين اباضايا مثلا يمسكوه وزارة الشباب اللي هو اسمه يسين يعني وزارة الثقافة اللي كانت نقطة يعني يجيبوا ناس لوزارة الثقافة اللي هي يعني وزارة التنوير درجة انت احنا كنا هنا مرة كان معانا الدكتور جابر عصفور فلما حطينا الوزير اللي هو الاخواني اللي كان مسك وزير الثقافة اللي هم عملوا عليه يعني اضراب وقاموا باعتصام ضده في الوزارة عشان يمشوه حطينا صورته وهو يعني يعتبر يعتبر علاعب عزيز وزير الثقافة سابق يعني اه كان اعمل اخوان بس وزير الثقافة سابق فما حطيت صورته من الصور قدام دكتور جابر عصفور فقال لي مين ده تقول لي مين ده ازاي ده وكان وزير الثقافة قال لي لا يا راجل ده كان وزير الثقافة مش عارفه فكانوا جايبين ناس مغمورين ناس مجهولين بلا كفاءات لانه كان هنا بقى الولاء الكامل هو اللي كان بيحكم الموضوع من بعد بعد كده بعد كده لما جات 30 يونيو انت كنت بتكلم على وزراء فدائيين لانه الامور مضطربة جدا هنا هنا بقى لما جاء افتاح السيسي في يونيو 2014 خلال الاربع سنين اللي فاته هو كان معني بي انه يختار كفاءات ادارية وكفاءات تنفيذية لانه هو مهتم بالوزراء التكنوكرات ناس تيجي تنفذ لانه هو عنده مشروع تنمية كبير فالناس تيجي تنفذ ولذلك ولم قال انه شريف اسماعيل افضل رئيس وزراء بالنسباله لانه هو الراجل يعني يساعد في تنفيذ الخطة العامة للدولة في التنمية ما بتكلمش بقى هنا ايه مكلمش في السياسة مش عارف ايه هو مش عاوز وزير سياسي اما كان يجي يقولك افتاح سيسي او لا هو مش عاوز وزير سياسي وهذا لم يكن خطأ فيه ولم يكن استبعاد للسياسيين ولكن هو محدد اولوياته انه الفترة دي احنا محتاجين تكنوكرات ناس تيجي تشتغل فهمة في الشغل الفني على الارض ولذلك تلاقي بارس جدا جنبه دكتور محمد شاكر في الكهرباء بارس جدا جنبه الدكتور مصطفى مدبولي في الاسكاة مثلا على سبيل المسال فتلاقي فيه وزراء كده اللي هم الناس اللي شغالين نزل هو مشمر ايديه ونزل يشتغل عشان ينجس لانه هذه فترة انجاز يمكن المسألة تختلف خلال الفترة اللي جاية فيبقى فيه وزراء ليهم طابع سياسي ممكن ممكن يعني خلينا الوقتها هفكر حضراتكم ان شاء الله اذا كان لنا عمر انه هيحصل فيه حاجة لكن اعنا في هذه الحكومة مثلا عندنا وزراء سياسيين لا ما عندناش وزراء سياسيين يعني مفيش وزراء سياسيين بعد يناير بعد يناير لانه حالة اتفتحت المسألة شوية كان فيه وزراء من الاحزاب يعني كان عندنا منير فخر عبد نور لما مسك استثمار صناعة وتجارة وبعدين سياحة جاي من حزب الوفد كان دكتور جود عبدالخالق جاي من التجمع تقريبا وبعدين كان فيه دكتور احمد البرعي وكان اللي مسك التضامن وزياد باقي الدين اللي مسك نائب رئيس وزراء الشؤون الاقتصادية وحازم الببلاوي كانوا جايين من الحزب المصر الديمقراطي تقريبا فيه ناس دخل اثبتوا حاجة اثبتوا كفاءة او ما اثبتوش كفاءة كان كمالة بوعيطة الرجل اللي هو العمالي العريق يعني جيه مسك هو عام فاحنا جربنا الحكاية لو انت عاوز تعرف الوزراء بيجوا منين مثلا اعملنا احنا احصائية لحكومة شريف اسماعيل فهتلاقي مثلا احنا عندنا من حكومة شريف اسماعيل سبع وزراء دول جايين من دولاب الحكومة يعني دول كانوا شغالين في الحكومة في الوزرات تولوا شركات قبضة داخل الحكومة تولوا جهاز ما في وزارة ما وبعدين صعد بقى وزير فانت هتلاقي مثلا عندك شريف اسماعيل واناس عبدائم وياسر القاضي ومحمد سعفان وغدا والي وعب منعم البنة وطرق الملة دول كلهم كانوا في الوزرات بتاعته يعني طرق الملة شريف اسماعيل في البترول ناس عبدائم في الثقافة ياسر القاضي كان في وزارة الاتصالات غدا والي كانت فيه التضامن وكانت مسكة السندوق بتاع اللي هو المشروعات الصغيرة يعني كانت موجودة في محيط الوزارة في دولاب الحكومة ناس حكوميين فإذا ده ما صار من المسارات إن الحكومة تقدر تطلع وزارة آه تطلع وزارة عندنا سبع وزارة في حكومة شريف اسماعيل طيب من السلك الدبلوماسي عندنا اتنين لأنه سلك الدبلوماسي برضو بيطلع وزارة عندنا سامح شكري وعندنا نبيلا مكرم اللي هي ماسكة وزارة الهجرة ويشو المصرين في الخير القضاء بييجي قضاء إحنا عندنا المستشار عمر مروان اللي هو شؤون مجلس النواب وطبعا وزير العدل المستشار حسام عبد الرحي الجامعة طالع منها كتير يعني جاي من الجامعة نفاجأ مثلا عندنا خادل عناني وهلا السعيد ومحمد مختار جمع وطريق شوقي وخالد عبغفار وصحر ناصر وإحمد إماد الدين وخالد فهمي وشام عرفاط ومحمد شاكر دول جايين من الجامعة أكاديميين يعني جامعيين وأكاديميين يعني جامعيين شغالين أسدزة في الجامعة وخسابوا كلياتهم وجم وأكاديميين عندنا كام عندنا عشر من الأكاديميين والجامعيين المصرفيين اللي هم اشتغلوا عندنا أربعة عندنا رانيا المشاط وعندنا عمر الجرحي وعندنا محمد أبعاطي وخالد بدو يعني غريبي محمد أبعاطي الري بس هو جاي من القطاع المصرفي فعندنا أربعة رجال أعمال كام واحد اللي هو طريق أبي هتقول لي ما كلمتناش بقى عن المؤسسة العسكرية في عسكرة وفي مسيطرين هقولك المفاجأة مثلا انه في الحكومة بتاعتها فتح السيسي أربعة فقط اللي هم جايين من المؤسسة العسكرية وزير الدفاع طبيعي يعني وزير الدفاع فريق أول شدق صبحي وزير الدفاع ده طبيعي عندك الانتاج الحربي طبيعي اللي هو العسار وبعدين عندك أبو بكر الجندي اللي هو كان جاي من الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصى يعني كان في المؤسسة العسكرية وجي التنمية المحلية وبعدين عندنا وزير التموين عالم صلحي الان واقول لكم مفاجأة مثلا ان كان وزير التموين اللي قابله اللي هو محمد عالم صلحي اللي هو كان عسكري اللي هو كان مسك الامداد والتموين في القوات المسالحة وجي وزير التموين ولما لم يوفق بشكل كامل مش فإذا أنا دابل ايه وإحنا عابرين كده لو أقولك الجيش مسيطر على الوزارة وعلى الحكومة بتاعه إحنا عندنا عشرة من الجامعة من أسادس الجامعة وعندنا سبعة من دولاب الحكومة وعندنا اربعة من القطاع المصرفي وعندنا واحد رجل أعمال وعندنا اتنين مستشارين من الأضاء والدخلية طبعا جاي اللي هو مجد عبد الغفار يعني طبيعيا من الدخلية دي مساراتها بتطلع وزر هنا بقى هنا بقى عندنا لاعبين جدا لاعب وهو الرقابة الإدارية اللي هي دخلة تقول لها يا جماعة أنا مش دوري إن أنا أمسك الناس اللي بيتجاوزوا واللي بيقعوا في مخالفات مش دوري ده بس لا ده أنا دوري إن أنا أأهل قيادات لا يقعوا في هذه التجاوزات والمخالفات وده اللي أنا بقول لحضراتكم فكرة إيه التحول من جهاز رقابي تنفيذي إلى جهاز يقدم فكر وسياسة ودور في تنمية القيادات اللي في المجتمع طبعا إنت عندك كمان اللي هو أكاديمية التدريب بتاعت الرئاسة اللي هو إيه الفكرة الأساسية وده هيحصل تحول في الفترة اللي جاي كان الشعار هو تمكين الشباب وده كان مزع على الناس كتير لأنه يعني إيه تمكين الشباب فبدأت في الفترة الجاية هيبقى فيه شعار جديد في الدول المصرية اللي هو تأهيل وتمكين الشباب يعني أنا قبل ما أمكنه بأهلوا الأول أعلموا الأول أربيه الأول يمكن في الرقابة الأدارية مستيقظين لده لأنه هم بيبقوا إيه مقربين أو جايبين ناس بالفعل هم قيادات في مؤسسات خاصة في القطاع العام شغالين بيلقوا متميزين يجبوهم يدوهم هذه الدورات اللي هي الدعم للقدرات القيادية وبعدين يطلقوا أنه يتولى منصب وزاري ففكرة أنه هنا أنت بتعمل بنك وده بقى الفكرة اللي أنا ممكن أقترح مصر محتاج اللي بتعمله رقابة الأدارية اللي بتعمله أكاديمية التدريب اللي هي تبع الرئاسة واللي بتعمله كل مؤسسات الدولة لازم يبقى عندنا ما يسمى بيه بنك القيادات بنك للقيادات بمعنى إيه؟ أنه فيه الاتصالات موجود في هذا البنك فلان الفلاني وكفاءته كذا وقدراته كذا وشهاداته كذا وإنجازاته كذا بحيث أن أنا لما أجي في الزراعة نفس الحكاية في الأصار نفس الحكاية في الخارجية نفس الحكاية اسمه بنك القيادات بنك القيادات ده موجود فيه ناس كتير جدا بدل ما تيجي تقول أنا جيت أعمل التعديل الوزاري فيه خمسين واحد اعتذروا تجيبوا واحد يطلع مش قد كده مش مظبوط لا ده أنت هنا حتى تكون على قدر مسئولية أو إدراك لمسئولية إدارة الدولة بوزارتها بمؤسستها فلازم يبقى عندك مثل هذا البنك يمكن ده يعني أنا بتقدم بالفكرة دي مثلا لرقابة الإدارية بشكل واضح هما ممكن لأنه زمان كان بيحصل إيه؟ كان يبقى فيه تعديل وزاري فنلاقي الرئيس مقابل رئيس رقابة الإدارية فالناس يقول لك كده حلو قوي اللي جايين دول هيبقوا زي الفل لأنه متراجعين رقابة الإدارية رجعته لا أنا باقترح على رقابة الإدارية ورئيس رقابة الإدارية اللي هو محمد عرفان يبقى فيه بنك اسمه بنك القيادات هذا البنك فيه بيانات كاملة للناس اللي ممكن يتولوا مناصب قيادية فكل حاجة موجودة عنه كل حاجة مش هدور يعني مش هدور على فلان واتصله فلان ويجو فلان فيطلع كل حاجة عن هذا الشخص ويتعمل كمان دراسة عنه إنه ممكن يبقى مؤهل إيه ينجح لحد فين ما ينجحش لحد فين بحيث يتحط فيه المكان المناسب انتهى فانتهى زمن التجريب وانتهى زمن إحنا نجيب ناس ما نبقاش عارفين هم يطلعوا إيه ما يفسادوا الفساد ده حاجة يعني كل واحد بقى يعني ربنا اللي بيقدر عليه لكن لكن احنا بنتكلم هنا هتيجي انت الجامعة البنك ده ممكن يتكون إزاي دي قصة طويل لأنك هيبقى عندك تواصل مع كل الجامعات في مصر مع كل مراكز البحوث والدراسات في مصر كل مراكز التفكير الوزارات نفسها هتمدك بأسماء القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته جماعات رجال الأعمال كل دول يبعتوا أسماء بسيفيهات كاملة فيبقى انت عندك بنك القيادات المصري اللي هو معروف لدى صنع القرار اللي هو عايز بالزبط عصوية المسألة ايه مسألة فيها احتراف واحد يقولك ايه ده ما يجربوني اه يجربوك كفا انت جاي تعيش او جاي تشتغل او جاي تدير وزارة احنا انت اللي تجرب فينا يعني المسؤول ده يجي يجرب فينا احنا لا ما يجيش يجرب فينا الدولة هيا اللي تجرب فيه الاول وتجيبه وتختبره وتشوفه ويبقى قاعد على ويتك منتظر يجي هنا يتولى مسئولية لان انت داخل في مرحلة الحقيقة حساسة جدا ومهمة جدا فانا بادعو الى هذه الفكرة هذه الفكرة وهي بنك القيادات فكرة مما تفعله الرقابة الادارية في هذه الدورات مما تفعله مؤسسة التدريب التبع للرئاسة مما تفعله جهات كتيرة في الدولة احنا عم محتاجين نبقى حتى حاسين بمين عندنا مين شغال مين كفاءة فتبع المسألة شهلة ان شاء الله